كذلك أنا ملتزم ولكن ولكن خايف ما أقع في الغلط يا أيها الأحبة الإنسان الملتزم ليس معصوما من الوقوع في الخطأ الإنسان الملتزم ليس ملكا يدب على وجه الأرض الإنسان الملتزم ليس رسولا أرسله الله جل وعلا وإنما يقع في الذنوب والمعاصي يخوانا حتى الصحابة رضوان الله عليهم هم تاج رأسنا هم تاج على رأسنا منهم من وقع في الخطأ ومنهم من يقع في الزلل ولهذا يدل على أن الخطأ ليس إنسان معصوم منه إنما سمي الإنسان إنسانا لأنه يخطأ ولأنه يقع في الذنوب والمعاصي والمنكرات ولهذا ربنا جل وعلا لما تحدث عن صفات المتقين ماذا قال عنهم؟ قال الله جل وعلا من صفاتهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إذن حتى المتقين يقع في الذنوب بل ربنا قال والذين إذا فعلوا فاحشة يعني حتى المتقين لله سبحانه وتعالى قد يقع في الفاحشة المتقين لله جل وعلا يقع في الذنوب المتقين لله جل وعلا الملتزم يقع في الذنوب والمعاصي ولكن الفرق بينه وبين الآخر أنه إذا أخطأ وأنه إذا وقع في معصية تاب وأناب ورجع إلى الله جل وعلا فإذن لا بد للحديث أيها الأحبة ولا بد أن نوصل المعلومة لكل من يريد الالتزام في الكثير من الشباب أنا أريد أن ألتزم ولكن خايف أن أخطي أصلا تخطأ أصلا بتخطي وبتقع في الذنوب والمعاصي هذه هي سنة الله جل وعلا في الحياة ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا فتستغفروا طبعا دل بذنب دل أهل الإيمان الملتزمين المستقيمين على طاعة الله قال لو لم تذنبوا ثم تستغفرون لذهب الله بكم ولجأ بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم